قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة بعنوان ليكونوا واحدا استضاف خلالها سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن الذي تحدث عن لقاء رؤساء وممثلي كنائس المملكة في مناسبة أسبوع صلاة الوحدة مبينا أن السيد المسيح أسس كنيسة واحدة لتجمعنا لكن خطيانا كانت السبب في انقساماتنا إلى الحوار كونوا معنا ساعة من الصلاة أحسسنا بها بضرورة ليس فقط أن نصلي بل أن تتحد قلوبنا بالصلاة وفي العمل أيضا من خلال العمل للإحسان والعمل من أجل العدالة وهو شعار نتركه لكم تتحدث عنه شو هو الاحتفال الأمس يا سيد؟ إذن احتفال الصلاة من أجل وحدة جميع المسيحيين هو احتفال تقليدي من أكثر من مائة عام في الكنيسة الجامعة وتم الاتفاق ما بين المجلس كنائس العالمي مع المجلس البابوي لوحدة الكنيسة من أجل الاحتفال السنوي بين الثامن عشر والخمس والعشرين من كنون الثاني بالصلاة من أجل وحدة جميع المسيحيين هذا الأسبوع يلتقي فيه كل مسيحيين العالم كل مسيحيين العالم يصلوا من أجل هذه النية والصلاة مهمة بالنسبة لنا لأنه سيد المسيح أسس كنيسة واحدة ولكن إحنا البشر وإحنا خطيانا اللي أدت إلى هذه الانقسامات اللي موجودة فحتى أنه نعود إلى هذه الوحدة تتطلب أولا توبة توبة القلب توبتنا جميعا كمسيحيين عن خطيانا وعن كبريائنا من أجل أن تعودوا تتوحد هذه الكنيسة في كل عام هذا الأسبوع هو أسبوع الصلاة ما يميز هذا العام وجود جميع ممثلي الكنائس في الأردن من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن والرهبات وعدد كبير من المؤمنين وهي علامة على رغبتنا الحقيقية في الوحدة الكنيسة هذه الوحدة التي تبدأ كما قلت بالصلاة بصلاة التوبة إلى الله تبدأ هذه الوحدة بالصلاة للروح القدس لأن الروح القدس هو الذي يجمعنا إحنا البشر خطأ ونبتعد بعضنا عن بعض بسبب خطايانا ولكن الروح القدس هو الذي يجمعنا فلذلك نتوجه بالصلاة للروح القدس طالبين أن تتوحد القلوب وأن تتوحد بالمحبة أولا حتى نستطيع أن نحل خلافاتنا فيما بين المطلوب أن تكون هناك محبة مسيحية حقيقية فيما بيننا ترجمة نانسي قنقر